دعا مجلس التعبية والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة كافة القوى الجمهورية إلى الوقوف صفاً واحداً لمساندة الحكومة الشرعية والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لدحر الإنقلاب الحوثي وحفاظاً على الهوية الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبية والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة في مدينة مأرب لأعضاء المجلس للوقوف أمام التقليد الذي أنقز من شهر يناير حتى يونيو 2024 فيما اليوم عقد مجلس التعبية والإسناد لقاءها النصفي الدوري النصفي لاستماع لتقرير اللجنة الدوري وناقش إنجازات اللجنة وأثناء عليها ما تقوم به من جهد لدعم الجيش الوطني بما يستطيعوا من دعم وإسناده في هذه المعركة معركة الجمهورية والدولة واستعادة الحرية والكرامة بإذن الله وقد استمعنا إلى التقرير وشكرنا جهود اللجنة ويؤكد المجلس أنه مستمر لدعمه للجيش الوطني على مختلف الصعود يأتي هذا اللقاء وكلنا أمل في أن يكون دفعة قوية للمجلس في إقامة أنشطته وذلك في دعم وإسناد الجيش الوطني وقواتنا المسلحة الباسلة في الميدان الذي تخوض معركة مصيرية ضد جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية لاستعادة دولتنا وشرعيتنا وعاصمتنا صنعا وأن يعود اليمن خالي من هذه الميليشيات السلالية التي تعبث بمقدرات اليمن مجلس التعبية والإسناد هو أيضا من المجالس المقاومة التي هي واجهة لكل الأحرار والتي تقف جنبا إلى جنب مع جيشنا ومع قواتنا المسلحة وأمننا البواسل وسنستمر كذلك حتى إعادة استعادة شرعيتنا ودولتنا وجمهوريتنا وشدد المجلس على مواصلة دعم ومساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وتسيير القوافل الغذائية والطبية للمرابطين في مختلف الجبهات وميادين الشرف والبطولة واستعرض المجلس مقمل الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال النصف الأول من العام الجاري داعيا الجميع إلى شحذ الهمم ودعم الأبطال في الجبهات